قرر مجلس الأساقف الكاثوليك في الأرض المقدسة خلال اجتماعه الأخير في مدينة لارنكا القبرصية تعين الدكتور نبيل موسى خرمان مدير عام مدارس السعادة في عمان أمينا عاما للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن للسنوات الخمس القادمة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه غبطة البطيارك بير باتيس سابات سابالة بطيارك القدسي للاتين نورسات الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلة بالمديرة الإقليمية للقناة الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل يتقدمون من الدكتور نبيل بأحر التهاني القلبية متمنين له مزيدا من التقدم لخدمة رسالة التربية والتعليم في الأردن طبعا أنا اتشرفت بيتعيني أمين عام للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن كان إلي شرف كبير لهذا المنصب طبعا هذا المنصب من يوم تأسيس الأمانة كان منصب لرجل دين لخوري وأول مرة بتم تعين رجل علماني يدير هذا المنصب ويكون أمين عام فهو تحدي كبير بالنسبة لي أن الله راضي نكمل مسيرة أسلافنا الخوارنة ورجال الدين اللي قاموا على إدارة هاي الأمانة وهاي المؤسسة الكبيرة اللي بتضم 54 مدرسة مسيحية خاصة في الأردن فبحب أشكر كل الجهود اللي تمت من قبلهم من قبل الأب حليم الأب حنى جلوف الأب رياض حجازين الأب حنى كلداني الأب رشيد مصريح وبشكر كتير مجلس الأساقفة اللي انعقد بقبرص وتم تعيني أمين عام من قبلهم وبشكر طبعا غرطة البترك وسيدنا المطران جمال خضر على هذه الثقة وإن شاء الله نكون أدهاد الثقة وجديرين في هذا المنصب بعض مخططاتنا أكيد النظر أو إعادة النظر في النظام الداخلي أكيد في رسوم اشتراكات المدارس رح نعمل نحاول بنك أسئلة يكون للنظام الوطني ونظام الآي جي لمدارسنا عم نفكر كمان نعمل مؤتمرات طلابية مؤتمرات للمعلمين وتدريب مؤتمرات ودورات تدريبية للمدراء المدارس ننظر في مناهج الدين المسيحي ننظر في وضع الطلاب المسيحيين المتواجدين في المدارس الغير مسيحية بالنسبة للمناهج اللي عادين عم بدرسوها والمعلمين اللي عادين عم بدرسوهم يعني في أفكار كتيرة إن شاء الله رح نشتغل يد بيد مع الهيئة الإدارية الموجودة معنا لأنهم جدا متعاونين وكلهم زملاء عزيزين على قلبي فإن شاء الله نشتغل مع بعض يد بيد وظلنا مستمرين في هذه المسيرة ونرفع الأمانة ونقويها مع بعض بالعمل الجماعي اشتركوا في القناة